الغربال أزمة الأهلي بين التشخيص والتهجيص بكرة يخلص الدولة أو لعله انتهى مع حسم البطولة خلاص كل شيء انكشف وبان لكن في خلاف على تشخيص الأزمة بالنسبة للنادي الأهلي هل هي فعلا بهذا الحجم ولا في مبالغة وفي تهويل ولا في اختلاف في المعيين في التقيم كيف قيمت صحوة الأهلي في بداية الموسم وتراجع الزمالك وكيف قيمت صحوة الزمالك في الدور الثاني وتراجع الأهلي ثم كيف قيمت تجربة النشيين في الزمالك وكيف قيمت تجربة النشيين في الأهلي دي مسائل المهمة جدا وانا عايز اقول لك وانا ببقى مهتم قوي انه بعد ما تهدى المسألة يبدأ حديث العقل لانه العقول الساخنة لا تنتج حكمة في لحظة الغضب والانفعال ما تنتظرش رأي حكيم مؤكد ان كله بيتكلم بعواطفه وكله بيتكلم بمشاعره وكله بيتكلم بأصوات الغضب فمش هتسمع ولو اتكلمت بالمنطق في لحظة الغضب محدش هيسمع محدش عنده استعداد يسمع كلام منطقي او حتى يفكر فيه لما تبقى الدنيا منفعلة والناس مشدودة مهو الغضب ابو الحماقة صحية يعني انت مشعوق عمرك ما هتتصرف بغضب اللي ما بعدها تشعر بالندم صحية فعشان كده احنا مهتمين في الفقرة دي يا جماعة نغرب للمسألة شوية ونشوف حقيقة اللي حاصل لو استاذ حسن مسكاوي واحد من اصحاب الاصوات العاقلة والرؤى الهادئة ايضا كتب مقالة مهمة في الشروق بعنوان هل الاهل في ازمة دي مسألة مهمة جدا لانه بيقول حسن مسكاوي هل الاهل في ازمة هل حالة فريق كرة القدم تعكس انهيارا في اللعبة داخل النادي العريق صاحب الرصيد الأكبر في البطولات محليا وقريا وعربيا وإقليميا ام انها كل ذلك مبالغات لعدم احتكار الفريق لبطولات احتكار اوقف عند الجملة دي عشان انا حنقشك فيه او حنتحور فيه طيب بيقول حسن مسكاوي عند طرح الامر يجب ان نقف امام جزئين مهمين الاول حديث الالقاب والارقام والثاني حديث المهارات والنجوم والافراد والاداء ولنبدأ بحديث الالقاب والارقام وبيبدأ حسن مسكاوي الازمة موجودة وتتعلق بالاداء الذي تراجع في النصف الثاني من الموسم لا اسباب معروفة لكنها ليست كارسة ولا انهيارا يستحق ان يجلب كل هذا الضجيج والصخب فهناك تراجع في المستوى بالفعل وهناك اخطاء في صفقات وفي اختيارات وهناك ايضا مبالغة نسبية في تناول ازمة كرة القدم في النادي وبيقول انه في الفترة من 2019 لعشرين اتنين وعشرين يعني في التلات سنين احرز الاهل ستة القاب محلية وقرية بجانب حصولها على المركز التالت مرتين في كاس العالم للاندية حيث فاز الاهل بكاس مصر وبطولة الدور في عام 2020 وتوجب بطلا لافريقيا مرتين على التوالي عشرين وعشرين 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 وحصل على المركز التالت في كاس العالم للاندية مرتين عشرين وواحد وعشرين وعندما يحقق فريق ست بطولات خلال تلات سنوات ويحصل على مركز التالت في كاس العالم للاندية مرتين ومتتاليتين فان ذلك لا يمثل انهيارا ومن الطبيعي ان يفقد بعض الالقاب لظروف مختلفة حتى تلك التي فقدتها لعبت الماتشت النهائية فيها انت لعبت نهائي السوفر أمان طلع الجيش واخسرته بضربات الترجيح لعبت كاس مصر فاينال مع الزمالك ولعبت كاس مصر فاينال مع الزمالك واخسرته وأنت في أسوأ حالاتك ولعبته والثالث الدوري لا مش الدوري في لقب ثالث برضو لعبته وأفريقيا ولعبت نهائي أفريقيا بره ملعبك في ظروف اغتال فيها الجميع حق الأهل والكل معترف هنا وهنا وهنا النفدي لم يكن عديل والجملة اللي قالها الكابتن خطيب وهم بيحاولوا يعني يعتذرونه في شكل المواساة قال لهم درجة أنا شعرت ان فيه سنة خجل عند مسؤول الاتحاج عبر عنها متسب بعد كده الحقيقة وبعد كده انت تشوف اللي حصل وانها بفعل فعل ما كانتش صدفة انك تروح تلعب في المغرب او انها كانت ضمن اتفاقات غيرك اللي استفاد بالمغنم بتاع هذه الاتفاقة طيب انت قال لك الاحتكار انا قلت لك جوسيق خسر الدوري في مباراة امبي واننا دخلت على كابتن محرم الراغب لقيته مدى جدا وسائر ازاي جيلنا جواب بالمعنى ده فقلت له في ايه قال الوزارة مبعتلنا او محولنا جواب جالهم من لجنة الشباب والرياضة في مجل الشعب مطلوب جلسة استماع او استجواب النادي الاهلي بتهمة اهضار واحد واحد نائب مقدم جاتام الاهلي باهضار الملعب بسبب دعاء الدوري مش الدوري انه مسبب بقى صرف كتير ومخدش حاجة وبيخسر وخسر الدوري جاب مدرب بقى دي كده نفس الكلام اللي بيتقل دلوقتي عند كل ايه ازمة وانا الكابتن محرم كان مدى جدا وانا حرجع جوابه حنرفضه قلت له لا 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 لازم نروح مهر قلت له دي فرصة تلعب الاسباب اللي مكتوبة دي الدحك ومرضود عليها كلها فبصلي كده قلت له اسمع انا جاي معك بس ايه لما روح هناك انت انت مدير النادي اعتبرني يا سيدي بيليا اعتبرني المحامي اعتبرني اي حاجة ويسيب لي الحرار اه كده ازا قلت عادل التفاب بتعمل ايه بس تعالى روحنا استاذ ابراهيم لقينا يوميها كان الاستاذ سيد جوهر الله يرحم رئيس لجنة الشباب اه رئيس اللجنة او كان نائب رئيس اللجنة كان اعتقد هو رئيس اللجنة بعد الله رحمه وحسام عوض لا هو كان رئيس اللجنة كان نائب رئيس اللجنة ولا الغول كان لأ هوا 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 اه سيد جوهر اللي احنا عايزينه ونسمع اللي انتوا عايزينه ولا نتكلم ونعتبر كلنا عندنا حصانة فضحكوا قالوا تفضل قدتلهم انا معترض على صيغة المسائلة المسائلة وطريقتها لان الحقيقة الاول كنا عادنا دردشنا بعدين بعد الدردش هتحكم واذا كان في ادار ملعام فتبتدي تعمل اللي انت عايز انت عايز تعرف انت طالبني عشان تعرف فما يصحش تتهمني قبل ما تعرف فانا برجو ان احنا يعني نرفع المذكرة دي من المطبطة فالنائب رح ازاي ازاي هو اللي قال لي فاكر قلت له مغير ما فاكر ده انا طلبت طالب حضرتك قال لي لا مانا اللي كاتب الطالب وانا مصر ايوه انا عارف انه هو طبعا قلت له طيب فاحوى الموضوع قال مدرب بالشئ الفلاني كم سنة بدون نتيجة لعيبة عمالة تتعاقدوا معاها وما فيش اي نتيجة فانا رح تردد على السيد بي يعني ما خلاص باعا انا فهمته فقلت له ايه سيد بي احنا مخدناش الدوري بس لأ احنا خدنا كاس افريقيا والسوبر وخدنا كاس مصر والسوبر اربع القاب في ثلاث سنين ها فزاقت حاجة اهم من كل ده انا بقى هي دي اللي انا ايه احنا حدفة عشان اشوف ليولو ها طبعا قلت له انا خسرت الدوري في اللحظات الاخيرة بالاسماعيلي وخسرت الدوري في اللحظات الاخيرة امام امبي فانا كنت بنافس ورغم هذا لاني مش معتدين ان الاهل ما يكسبش الدوري كذا سنة نعتبرها اخفاق ولكن هو انا لما اخد لقب نادي القرن في افريقيا والعب مباراة مع نادي القرن في اوروبا ما كانتش مباراة دي على فكرة ده كان على كاس احد الرعاة الاوروبيين الكبار قد كده موجود في مدينة ناصر وما كانش حد متواقعا ان انا عمل ماتش كويس مش ان انا اكسب واكسب بجدارة وحط كرة في العرض وضع فرصتين وبعدين بصرف النازع كل ده ده انا بسكة الدوري اللي خسرته ده انا عملت مباراتين الناس بتصنافهم مباراة القرن في كرة القرن لالو الاسماعيل لالو اسماعيل اربعة اربعة واللالو زمالك ستة واحد رأى عمل ازاي بتحكيم ايو على طول كده كله هات هات اللي عندك بتحكت هات بتقول ايه قلت له قلت له ستة واحد ده حاكم اوروبي قلت له فندم انا بقولش حاجة انا بقول انجازات الاهلي وبعتبر ستة واحد واربعة اربعة في امتع مباراتين في تاريخ بصر ان ده انجاز وانا لو اعرف قلت له شوف يا رئيس انا اتكلم بقى دي احنا نهاتذر بقى شوية انت رميتها فكشفت طب هو نسميه مثلا ابراهيم بي ابراهيم بي راجل زمالكا وعايز يحفل علينا على النادي الاهلي فبعد استجوبنا هو دي مش انجازات بزميتك اتبقيت اتكلمه فابتدى يضحك دي انجازات ولا صفر وبعدين انا جاب مدرب جاب لي افريقيا وعمل النتائج المبهرة دي كلها والسوبر يبقى دا مقلب فقال لي قلت له عشان خطري نرفع بقى المذكرة دي من الرسمية بتاعتها قال لي طب عايزين بقى نحاول القاعدة دي بما انكم جيتوا نتكلم على الكرة المصرية وازاي ننهض بيها وازاي بتاعتها اه قلت له نقعد ندردش مبيش مشكلة وتم الاتفاق ورفعت المذكرة من الاستجوبة لان انا قلت له جملة واحدة قلت له الاهل يحسب الان مش على انه بحقاش بطال الاهل يحسب على انه ما بيحتكرش البطالات وغيره لا مش غيره واوعدك حنحتكرها قلت له كده واوعدك حنحتكرها اي بيد الله اي فضحكو طبعا وهو ده بقى المعيار يا سيد ابراهيم ببساطة شديدة جدا انت تحاسب على ما تفقده من بطولات لدرجة ان الناس بتحاسبك تقولك اتخسرت عشان مراتش كاس العالم اثنين ونص مليون دولار اهدرنا ده فيه سنة مسنين قالك الاهلي اهدر المال العام في اثنين ونص مليون دولار هو انا روحت كاس العالم انا ما روحتش انا زي تنافست بعد يجي يقولك انت التالت وحتلعب اهدر الله مش فيه احتمال ان زمالك يلعب ان لو نظمنا كاس العالم هو ما تجوشت دور المجموعات في الكورة هي خلاص لها نظامها لها معيار بالزبط ساعة ما يحدث الامر نتمنى التوفيق للمشاركين ويوم زمالك المشارك حانا همان نقوله التوفيق لان ديفو الشينا كلنا كل حاجة اهه فاحنا الفكرة ان احنا بنتحاسب على ما نفقده انت بتبتدي زي الفروسية ايه بالرقم وتفقد اخطاء فتفقد نمر فيه زي جنباز وزي مش عارف تفقد درجات فالاهل يبدأ عشرة من عشر انه واخد كله بطولات هذا الفرض الافتراضي يتحقق في احيان كثيرة اتعود عليها جمهور الاهل وتعود عليها الاعلام المصري فاصبح اخفاق الاهلي انه لم يحتكر البطولات بينما ما يفقده بيكفي الاخرين يعني مجدا لا مش ما انت بتخسر قدام حد ايه اللي هو انت مكاسبك كلها كان قدام الحد ده صحيح وما حدش قال له انت فقدت حاجة ايوه واخد بالك لكن عندما لما تفقد انت بقى انت المنهور فانت تيجي دور الاولاني بديب من نتائج مرعبة تلاتات واربعات وخمسات واربعات وابتاع مرعبة الدور الاول الدور الاول والزمالك فيه تعصر لدرجة ان لحد نص الدور تقريبا التاني قبل ما تشي ما تشي الكاس كان فيه زمال كوية من المحللين كان بيطلع ولك نتمنى تتكرر مبراطس التواحد ليه لان المؤشرة كانت بتقول ان الاهلي متفوق طب الاهلي مرة واحدة الانهيار جاله وانهيار مسبب ده اللي اشار اليه لأستاذ حسن منستكاو وقال ان خلال العامين الاخيرين تحديدا حركت خسارة الاهلي لمباريات والقاب حالة من الغضب كما جرت كرة النقد في مجال الاعلام تحلل وتفند وربما تبرر اسباب تراجع مستوى الفريق ومنها الاجهاد وتواضع بعض الصفقات التي لم تضف شيئا للفريق بيقول كمان حسن منستكاو وفي تلك الفترة خسر الاهلي كاس السوبر امام طلاع الجيش ثم خسر كاس مصر امام الزمالك ثم خسر نهاية افريقي امام الوداد المغربي ثم خسر لقب الدورة الذي احرزه الزمالك وكان فقدان بعض الالقاب على فترات وبعضها بسيناريوهات درامية من اسباب تضخيم الحالة الفنية لفريق النادي الاهلي خلال تلك الفترة احسن تشخيص اه الستاذ حاسم السكاوي الحقيقة لم الاسباب المنطقية كلها في هذه المقالة وشخصها بطريقة وبالفاظ واضحة ومحددة بيقول على مدى تاريخه تعرض الاهلي لأزمات لعل اسوأها حقبة الستينيات في القرن الماضي حيث لم يحرز لقب الدورة الذي كان يحتكروه من البداية حتى موسم 58-59 ولأن الفريق فقد بطولة الدورة ست مرات خلال تلك الفترة وأحرزها مرتين فقط اعتبرت تلك أزمة كبيرة للأهلي لدرجة أن الفريق دخل في معسكر ضبط وإعداد وتدريب في الكلية الحربية علما بأن الأهلي أضاف في تلك السنوات لقبين لكاس مصر وكان الزمال فاز بالدورة ثلاث مرات وبكاس مصر مرتين بينما فازت فراء الترسانة والأولمبي والإسماعيل بالدورة مرة واحدة لكل منها وفازت الترسانة والاتحاد والقناة بكاس مصر مرة واحدة فهل كانت كرة القدم في الأهلي تعيش حالة انهيار في تلك الفترة مقارنة بالألقاب الأربعة التي أحرزها الفريق وبين الألقاب الخمسة التي أحرزها منافسه الأول الزمالك في تلك الفترة أيضا وقد كانت فترة مهمة أضافت إلى شعبية الزمالك الكثير لما كان يقدمه من عروض فنية جيدة وبيختم الأستاذ حاسم المستكاون أتوقف نفس اللي كنت بلغولك فترة ستنات تؤكده لماذا تعتبر هذه فترة سوداء عن نادي الأهلي وزهبية لنادي الزمالك رغم أنت خدت اتنين دور هو خدت تلاتة يعني هي في عشر سنين وخدت اتنين كاس يعني أنت مطلعتش صفر وهو ما خدتش كل الألقاب هو لقب دوري زيادة تقاسم مع الترسانة أخرين فاز الترسانة والمحل واللومبي ومع الإسماعيلي هذه أربع ألقاب والأهلي اتنين وزهبية الزمالك تلاتة مش عارف تلاتة 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 لأن الزمالك زي اللي احنا فيه دلوقتي ما كانش فاز ولا بأي ألقاب ما كانش شاف الدوري فبمجرد ما فاز بلقب إذن الزمالك نجح طبعا نجح وهو الحقيقة يبقى نجح لأنه قبل كده ما كسبش البطولة دي فاز بما اللي انت فزت به التسع مرات أنت كنت التسع مرات متتالية وفي مرتين عشان الحرب وبتاع تلاغ الدور من الـ 11 سنة من 48 لحد 60 تسعة وخمسية فاعتبر الأهلي فاشلا لأنه لم يحتكر كما كان واعتبر الزمالك متفوقا لأنه أضاف إلى هويته الفوز بالدوري ما كانش حقا قبل كده وهذا معيار منطقي أنا أكون جمهوري ما شافش البطولة وابتدت شوفها ويتكرر الأمر لازم يبقى سعيد وهو ما يحدث الآن أين كانت الأسباب بقى اختلفت الأسباب على فكرة اختلفت الأسباب بس كمان في نفس الوقت كان الزمالك فعلا بدأ يحظى بالدعم القوي لأنه كان حضر باشا طبعا سلم المشير عبد الحكيم وحتى الإقلومبي الفريق سليمان عزت حتى الترسانة اليقاور الأول صلاح الشاهد دول كانوا رؤساء لندية المحلة طبعا بالراع رحمة الله علي محمد حبيب أبو واخونا ولد المهندس شريف حبيب المحافظة السابق وطبعا واحد من الناس اللي اليوم كانوا في الكرة واللي أنا مش قادر أفهم ازاي واحد ازاي الوصد شريف حبيب واحد ازاي الوصد مجنة جاتي اهم اتنين مش في النادي الأهلي ازاي دول مش موجودهم في الساحة الكروية ازاي دول لما ييجي تعين ويتيجي لجنة من برة مايبقاش واحد منهم هو رئيس اللجنة وتروح تفتش على مشجع تجيبوا رئيس لجنة من خلال الفيفا هنا فين فين المنطق اللي هنا غير نكتوب والله سبحان الله ده الأستاذ مجد حكالي القصة قال لي فجأت بندهولي عايز مدوب الفيفا يشوفك افتكرت ان انا حييجي يكلفني فرحت له فليته بيعمل معي نطرفيه زي ما يكون طالب شغل قال له قال له لحظة واحدة حضرتك انت طالبني انا مقدمت لكش طالب وحضرتك بتسأل الأسئلة دي كلها ليه هو انا في انترفيوه وراح بصص ظن هاني ولا قال لهم لا 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 سلام عليكم هو انا انا مش عايز حاجة لو انتوا عايزيني انا تحت امركم هكذا تدار الامور يا أستاذ ابراهيم يعني هو كان مرشح لكن مرشح بالطريقة انه لازم يرفضه طيب خاتم الاساس حسن مستكاوي مقالته حول تشخيص أزمة الآلي بول هل كان الآلي في أزمة كبيرة وخطيرة في الستينات حقا بالأرقام والألقاب الأمر ليس بتلك البساطة في طرح السؤال أو بتلك المقارنة فالشعور بالأزمة يرجع إلى أن الفريق فقد بطولات كانت قريبة منه جدا أو سبق له احتكار احتكارها لسنوات أو كان في طريقه لإضافة سطور مهمة في تاريخه مثل خسارة بطولة أفريقيا وعدم إحرازها للمرة الثالثة على التوالي ولكن حديث الأزمة له وجه آخر ويستحق الطرح في مقال آخر إن شاء الله يضيف حسن المستكاوي في مقالة تانية عن هذا التشخيص البعيد عن هذا التهجيص هنشوفه ولكن لا قبل ما تطلع فقط احنا بنعلق عن الموضوع في أزمة أو في أزمة ايه هي الأزمة أنت تقارن الأهل بالأهل مش ده الأهل في أسباب أو في أسباب أسباب عامة وأسباب خاصة أسباب فرضت عليك لكن بهذا المعيار مش ده الأهل لكن مش ده الأهل ليه؟ ليه؟ أولا وهل لو مش ده الأهل كان بالإمكان أن يفوز؟ أحيانا قلت لك الانتصار يكون بالهزيمة يعني يعني أو هزيمة الانتصار فانت لو كنت انتصارت الحقيقة ما كنتش أتمنى نكسب السنة دي عشان ما كناش هنرى المشكلة على حقيقتها إنك انت عشان محدش يقدر يعرقلك لازم تبقى أقوى من العرقين من العرقين مش بس من المنافس